بنتكلم في المشاكل اللي تهمنا وتهم الجمهور والجمهور نفسه يسمحها يعني مش اسرار قوي يعني حاجات اللي بيقولوها في الجرائد ممكن يكون خبر مثلا كاذب ممكن احنا نقول الصح ممكن يكون صح نقول الصح ده ابنتكلم في الادب والفن والرياضة وابنتكلم في الساسة ولا بلايش لا لا مش تخصص لا بقى بلايش الساسة طب فالرياضة انت كنت بتلعب يا يوم سنت صغير Bac lift كنت زلطة Bac lift صدت الكرة انت بخطية الله عبر انت لحبت كرة رحيت انت بقول انت كرة شربت انا في المنصورة فى الشيخ عايشة والنبي جا انا عايزة ياخدني فاقولت لا السنواء العامة او الكرة وخدت ايه با حتى خدت السنواء العامة عشان ناجي مصر لو كنت لعبت كورة كنت بزماني بيت في المنصورة فيش أستاذ زيونيس نقدم نجوم صهارتنار ده اتفضل العلي علي حميدة للولاكي بالفكرة علي حميدة أنا مرة رفقدت في الجيش رحل هنا في المعاشقر وبعد ليت ليت ليك أخ اسمه إبراهيم إبراهيم حميدة إبراهيم حميدة ده عميد عميد في الجيش مسمين هو العميد لولاكي بس وقت عملي وسطة يعني عملي وسطة يعني عملي وسطة لولاكي حميدة بقى يقدم الفنانين إن أرغم معنا ملك الشاشة الأستاذ فريد شوقي ومعنا النجم الكبير والمعروف منه نجم المحرجانات والجواز الكبيرة الأستاذ نور الشريف يا أهلم اللي هو دايما مشرفني بره أستاذي 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 كله طبعا جادر استنو الله أيو أيو خلاص غالباسة ثلاثة فيه الأول جاميه ومعنا طبعا الأستاذي أرهني مهني الأستاذي الكبير معروف طبعا والأستاذ عمد أبد الحليم المطرب حبيبنا وعلى فكرة عمد أبد الحليم كان تلميزي أه أيام طبعا لا أنا مش كبير للدرجاتي ما سواء كانت لا كبير للدرجاتي لا أيو والساز أكم فؤاد المطرب الحبيب بتاعنا ده مطرب جابل تقريب وسموك مطرب جابل مش كيف أردو؟ ملاش تقريبا دي؟ نا هي هو صوت الجابل صوت الجابل صوت الجابل حقيقي أنا فهوتي صوته حقيقي ومعنا صوت جديد وتلميزي برضو ومعيد في معروف المسيقى عربية طارق فؤاد مش أخر كان فؤاد على فكرة لا أخناك وفؤاد؟ ياهو ياهو مين جاهد؟ جاهد؟ جاهد 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 مين اللي حيبدأ؟ مش عارف مين فينا حيبدأ بالأسئلة؟ اللي مين؟ طبعا لازم الملك هو اللي يبدأ طبعا أنا بس يعني سعيد بالأعلم مع بعض والصحبة لأنه فيها موسيقى وطرب وتمثيل أستاذ نور العظيم العفو الله يخليه دايما شايفه وبيخلق خطوات عظيمة حقيقة الله يخلق يعني يعني أنا عاوز أقول لنور أو للفنانين كل ما بتدي الفن كل ما بتاخد منه أكتر كل ما تخلص له كله حقيه ما بتاخد منه أكتر فيه ناس بتاعتمد أنه بقى نجم وخلاص ويقف في الحتة دي لا بالعكس كل يوم لوحد أنا لغات النهاردة لسه بخاف لسه خايف كأني مبتدك وكل ما بنطلع النجومية أو الجماهير العريضة دي بتحبنا بنخاف أكتر الي طالع إيه اللي حنقوله؟ يطالع إيه اللي هقدمه؟ يطالع إيه اللي هقدمه؟ يطالع إيه اللي حنبقى عندي حسن زنهم؟ يطالع إي حيخيب أمنا يطلع يعني إحنا فيه قلق باستمرار يعني الطالب الجاميعي مثل أو السنواء العامة مثل بقول يونس بيبدر يذكر طول السنة وبروح يشوف لوحة الإعلانات هي لحظة يشوف إمتى حينجح أو زئد لكن إحنا عندنا كل يوم لوحة الإعلانات حافلة 19 السبن كل يوم نروح نشوف لوحة الاعلانات في الساعة عشرة الصبت هالوحد هينجح ولا مش هينجح يبقى احنا عايشين في رابكة على طول وده الفنان الاصيل هو حس ان نور فعلا ماشي في خطوات حتى ما يجي بينتج فن وما بيبوصش في الشباك وزي انا عمرو ما بصيت لحاجة تسمع الشباك بعمل فن وبعاني يقولك ايه اما يسقط فيلم مثلا مش لنور لاي واستاذ يقولك اص الجمهور ما فيهموش ازاي الجمهور ما فيهموش او فوق مشتوى الجمهور الجمهور بتاعنا وعيا ونصح والفن السليم بيجيب اراد اكتر من اي فنان مخبوط ده يا نور فن السليم بيجيب فعلا اكتر من ايه بيبقى تجاري اكتر وبيعيش اكتر وبيمد في حيات الفنان اكتر ربنا اديك الساحة عايزينك هناك ما مالك تحكي لنا ازاي جات كلمة مالك دي ازاي مين قال عديت مالك وجات ازاي و ايه تطورها والناس سمعت كلام كتير مالك الترسو جات من مالك الترسو كان زمان زمان السينمات عددها طبعا كبير وكل حي في سينما في سينما درجة تانية وثالتة وترسو فانا كنت في الجو يعني اللي كان الشعب او القاعدة الشعبية بتاعت اللي بنتت نفس عليها كانت نبعة من الترسو دا الترسو كان قدامة يا اساس فريد اه اللي هو ترسو كنت في المدازة كنت دائما نقعد على الاستيرجي عشان اشوف الفيلم كوي طيالك من قريب فمن هنا جات مالك الترسو يعني من القاعدة من الشعب السينما الدرجة التانية تالتة اللي اتحرمنا منها الوقت يعني بتتلقى في سينما زينما كذا السينما في الحلمية كذا السينما في الشبراء في العباسية بالنسب تلبت جراشات وده من اخطأ مين فرائقة ملك الملكة الشاشة بها انا بعدها ملك الشاشة وملكة الشاشة طبعا سيدة فاتن حمامة ما ما نقدرش مكر لن يجيدي الزمن بمسلحة طب وان ايه يا عالم الشاشة اه نور الشريف طبعا اه نور بحب فن وانا بقول اي كل فنان بيخلص لفنه الفن سيعطيه اكتر واكتر اعطا قطبيل بقش هي اعطا قطبيل م lead the president انا اعاوش اهوك كده اعاوش اهوك انا امبارح طالب اهوهه مبارح مين مبارح والله والله وحيات ولادي انا مش رد على استاذي فريد شاوق يعني في الكلام فريد شاوق مساء الاعلى لنا كلنا وانا اسف نبول فريد شاوق بدون استاذ الاعيول او الملك يعني بقى هو اسم فريد شوقي بقى رمز بالزبط فالأستاذ فريد هو مسألنا الأعلى كلنا لأن بالإضافة الكاملة للأستاذ فريد إنه فيه ممثلين لعمر محدد يعني ينجح لعمر محدد وما يتقدم بي السن يبتدي النهار داخليا فما يدرش يستمر فنان الحقيقي هو فنان لكل العصور ولكل الأزمان ولكل الأعمار فالفنان إذا فشلوا عمل أو اثنين ده مش معناها نهاية العالم نهائي يعني الأستاذ فريد في قمة نجاحه المنتجين يروحوا محصرينه عشان يكسبوا من وراه بيقدمونه نفس الدور لمدة سنتين 3-4 عم لحد ما يستهلكوه في هذا الدور له لأنه هو فنان حقيقي جواه وبفلوسه بينتج الصورة الجديدة اللي بقدم نفسه بيها ما كانش يستمر فريد شوئي الوقت ده كل ففعلا فريد شوئي هو مسألة الأعلى واعتقد مسألة كل جيلي والأجيال اللي جاية في حب للفن والالتزام والإصرار على إنه يبقى أفلامه مرتبطة بالمكتبع بتاعه واسترارية نجومية طبعا مؤكد لأن فيه أفلام كتير لأستاذ فريد بدي غيارة قوانين يعني فيه وانا جديد كلمة شرف مجعلونا مجرمين مجعلونا مجرمين فكرة والعزيز اللي كان نور والنور طبعا إحنا بشرفنا برضو منغير القبل إنه إحنا إحنا تقريبا شبينة مع بعض يعني في مجال الموسيقى أنا وإنت بزيق مافيش شك وهو برضو كان في أول حياتنا بابللوق أيها بابللوق سينا فبقول للفنان اشتركوا في القناة